لماذا يجب أن ينسحب فورا من رئاسة الحكومة وكيف سيعوده ملايح في العالمي في البداية سوف نكشف لكم واحد السر كيف حملت المقاطعة الشعبية ضد الشركة كيف وصلنا لأزمة الماء والطاقة لماذا يجب أن يتحاسب وينسحب ومن بعد سوف نهتر لكم على كيف سيعوده وعلاش ملايح في العالمي تابعوا معي الفيديو المغرب يمر اليوم من أزمة الطاقة لأن العقد اللي كانت تدوز به الجزائر القاز ديالها سبانيا عبر وحد الأنبوب تدوز من المغرب والمغرب كان يأخذ منه حاجياته ديال القاز سالة وبسبب الأزمة الديبلوماسية بالمغرب والجزائر الجزائر قررت أنها مغتجتش دك العقد المالك محمد الساديس كان عارف هذا شيء كان عارف أن العقد سيسالي في 2021 وأكد على الفاعلين الاقتصاديين ضمان السيادة الطاقية للمغرب سدد حاليا خاوية يمكن أن تزود محطة الكهرباء بالكهرباء لا تكفيش بسبب الجفاف النفط السخري اللي كانوا في تمحضيته جاء شركة أمريكية ستتخرجوا ولقوا أن التكاليف استخراجه و تحويله أكبر من ذلك ما يجيب فتوقفت العملية فاتجه المالك محمد الساديس الطاقة الشمسية المالك محمد الساديس في المعضة المالك محمد الساديس سيستقبل هذا القصص و يحويله سيقوم بإيمان الشركة فإذا ستحاول التوزيع الطاقة سوف نكتب عليه المسؤولين كاملين سيقل الخبار لهذه القصة سوف نعطيكم تاريخ بين 2014 و 2017 سوف يجمع شركة طوطال و الشركة الشيل مع وزير الطاقة آنة عزيز الرباح سوف يبقوا معه تخرج لهم قانون يعطيهم أحقية احتكار أخذ هذا القاز وتحويله وتخزينه وتوزيعه في المغرب سوف يخرج الساعات دريس القراوي أو دريس أورحو سوف يخرج تقرير ترفض هذا الاحتكار لأن هنا أخنوش يضرب السيادة الطاقية المغرب الذي يقتصمها مع شركة فرنسية و شركة بريطانية ثم سوف نطالق حملات المقاطعة الشعبية في 2017 من أمورها سوف تفجر قضية 17 مليار سوف يدعو أنهم أذكياء و لا ينساقون وراء الموجة و شعيبة صدقات حملات المقاطعة الشعبية أحرصوا على سيادة المغرب سيادته الطاقية منكم و ربما أنتم وقفين ضد حملات المقاطعة الشعبية راكم وقفين ضد سياسة الملكية ديال ضمان سيادة المغرب الطاقية حيث بعد المرات يكتر من تذاكي ضد بلاد الشعب يطح في الغباء و في منطق ضد بلاده و طبعا آخر حاجة سمعنا على اكتشاف الغاز في تندرارا و أن شركة بريطانيا ساند انرجي جاءت و قالت للمغرب أنها تساعد على استخراجه بشرط المغرب يسقط عليها ملايين طرائب لتدفع الخزينة للدولة جاء خنوش أشنو دار شراء أسهم من رأس مال الشركة في مقابل أسقط عليها الضرائب لماذا تتخرجون أي شيء؟ و قالوا هي غير طمعاتهم هذه ما تتدار في تشي بلاد و عمرنا ما سمعناها في شي بلاد أنك تسقط الضرائب على شركة مقابل تستخرج لك واحد الثروة طبيعية لقيتها في بلاد كاتشيتي طمعقاء الشركة الداخلية والخارجية على التهرب الطريب هالمغرب الآن يقدر يعول على إسرائيل والإمارات أو دول الخليج في إمداده بحاجيته ديال الطاقة لماذا؟ عارفين بأننا واقفين في أي لحظة لأن روسيا تقدر تشن حرب على أوكرانيا و رئيس الأمريكي بايدن هدد أن بوتين إلى مشافة الحرب سيقطع عليه الأنابيب التي تدخل روسيا تمد أوروبا كاملة بالغاز و كلف قطار بأنها هي اللي تتحمل حاجيات أوروبا للغاز الخليج سيمد أوروبا و نحن لا طاقة شمسية لا طاقة ريحية لا لصامير مخزنين فيها لا نفت تخري لا تصبات لا أغنوش تحتارم السيادة التقياد المغرب و قالت ما تتحالف مع شركات أجنبية و لا تخزنوا له أشغان ديره؟ و سنزيدكم الفضائح اللي دار اللي سيتوجهنا نحو الجفاف و القطاع الماء على ديورنا أشدار الوزير اللي 14 العام هو على رأس وزارة الفلاحة و الصيد البحري والفرشة المائية والمياه والغابات اللي كان عاطي مخطط المغرب الأخضر لشركة ماكينزيكي اعتهز بلد الفلوس و فصدق المخطط مكيناش استراتيجية مائية لإنقاذ المغاربة في حالة الجفاف سياسة بناء السدود اللي جابها المالك الحسن الثاني اللي رحمه على أساس بناء سد كل عام توقفت في واحد المرحلة معينة وتنسات و معاود جددات حتى الألفين و عشرين تحليات مياه البحر حتى شي واحد ما كيدوي عليها و ما عارفين هاش في نبصلات تحسين تدبيرنا للثروة المائية ماشين للمغاربة المواطنين دي السكل الاقتصاد اللي عندهم جوجر و بنية خصوم يقولوه خصوم يقولوه لرأسهم اللي عندهم الفيرمات وماشين في الجنوب الشرقي اللي فيه الجفاف و الندرات المياه كيزرعوا الدلاح ولي جايبين لنا الإسرائيليين يجزرعوا لنا لفوكا ويقتلوا الفرشة المائية يقولوه لرأسهم اللي كيسقوا الترانات والهكتارات ديالغولف بالماء الصالح للشرب والبيسينات ديالهم لا استراتيجية مائية لا استراتيجية طاقية الوزير ديال 14 العمد الماء فشل في تدبير استراتيجية الماء والسيادة المائية في المغرب فقط الجفاف و نحن نشوفو الغلاء يعني هاد السيد خصويته نحاق فورا لانا انا تنقول الى الملك ديالنا محمد الساديس شايف هاد الازمال اللي رحنا فيها طاقيا في الموضو غذائيا في الغلاء لماذا؟ لماذا الملك ديالنا زين تبارك الله و ايليغان و انجيني و غران ديبلومات غافيني كيف حالك الانتظارات و فكرة اجب العقد الفاسي الفهري و ايضا منذ 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 فقد اتكارات الاسمال اذن يحب يكونون في الرؤية الملكية يتجب أن يشبهه أخر يبقى في الساحة السياسية يمكن أن نراهن عليه وراهن عليه بمصداقياتي آخر واحد يمكن أن نراهن عليه من بعد منه لا يوجد منه إذا قدرنا ندير هذا الحزب الجديد إذا لم نستطيع رهن المخزن لديه مشروعية وأحزاب يشف بها على الأرض آخر واحد يوجد أم في هذه الساحة السياسية أم والأحفاد العالمي طبعا حتى هو أم بزنس مان وغاني وستنطبق عليه مقولة خلط المال والسلطة حتى هو في مرحلة معينة عرفت أنفيل تخف هذا النظام المغربي ديال الأسمالية المحاسب وباك صاحبي والدرجة تتقال عليه أن لو ديب ديال البزنس وعفريت وكي يعرف من يأخذ الشركة القديمة أو المقاولة الآية للسقوط ويعيد هيكلتها ويردها جديدة ويردها خدمة ويردها منتجة ويردها تسربحي فلوس أكبر بزناط عليه هو من يبغى يبيع فرع تأمين ديال شركة ساهم واحد الشركة جنوب إفريقية وقيل أنه هو وزير السابق ديال المالية محمد بوسعيد دوز واحد القانون كي يحيد على البايع دفع واحد الطريبة معينة البطولة وكيخلي الشارع هو اللي يدفعها باش هو من اللي يبيع الفرع ديال الشركة دياله ما يدفعش واحد مئتين مليون درهم وديك المئتين مليون درهم اللي المالي قدر صندوق مواجهة كورونا ويقفوا من حسابات الشركة ديالهم ويقفوا من حسابه من جيبه الشخصي وكان أنه تبريء للذمة وتصفية الإسم دياله من ديال الخبر ولكن وابش كيختلف على هاد أخ النوش من اللي توقفوا على الأغلاط دياله يقف وفي واحد المرحلة معيانة في 2018 هبط من ذلك البرج العاجي دياله كبزنسمان يتغطف كزويتر في الجيت بريفة دياله الماربية يتعشى ويبات في داره في بوستون ويرجع اللغة له هبط للأرض وشفناه كيهضر بالدريجة وشفناه كييتواصل مع العامة وعرف ثقل المسئولة اللي عنده بغي يخدمه بغي يناضل في 2019 دار واحد الجولة اللي على حد علمي في هاد العهد الجديد ديال محمد السادس عمر شي وزير مدارها من غير في الحاملات الانتخابية للمطالبة بأصوات المغربة هو فصل من الولاية دياله كوزير ديال الصناعة والتجارة دار واحد الجولة في جميع مدن المغرب من شماله إلى جنوبه هكا غير مداصر راسه باسم الاستماع المطالب التجار والاستجابة لهم وهذا الجولة الصغلة باش انه دار على كل غرف الصناعة والتجارة اللي كينين في المغرب اعاد لهم الهيكلة السمع المدفين ديالهم السمع المطالب ديالهم اعاد معهم صياغة صلاحيتهم تحارب مع اشي وحدين منهم اللي كانوا يستغلون الغرف لاجل مصالحهم الشخصية وبعد اعادة هيكلة الغرف توجه التاجر وخدم طالب جميع التجار ديال المغرب وصعها في واحد اللائحة ودار ما سماه بعرس التاجر في عام 2019 كانت كان عقل انها قدماته موديعة بخونس فانتكات نايتسي ما اعقلش نسميتها وواعد تجار بانه تيدرس هو والوزارة ديالهم مطلب مطلب وغي قتم لهم الحلول وغيتشاور معهم واشهد عمرها التاجر في المغرب ان نوزير اللي يضرب دوره على المغرب كامل ويسمع الموظفين ديال القطع دياله ويسمع المطالبهم ويعيد مراجعتها ويقدم لهم حولهم وسمحوا لي بسافة انا شخصيا هذي عمري ما سمعتها في مجال الصناعة اللي من اللي عقلنا وحنا كنطالبو اننا المغرب يتحول الى دولة صناعية منتجحة حتى البراء ما كنصنعوهاش واللي الحل الوحيد لأزامات البطالة والفقر ودعم المقاولات واعطاء افكار للمقاولين هي خلق وحدات صناعية اشنو درها تسيد بالنسبة للشباب اللي عندهم افكار ديال وحدات صناعية ومقاولات صغرى متوسطة ولكن ما عندهمش الفلوس ملاحف العالمي كان يتلقى الاقتراحات ديال هذي الشباب كان يدعم الرؤية الملكية ديال ان البنوك خاصها تسلفهم كريديات باش يبدأوا في هذي المقاولات ديالهم وكان يتكلم مع اصحاب دوك الصناديق ديال الضمان وديالدعم باش يضمنوا ويدعموا هذي الشباب واكتر حاجة بان في هذا الشي اللي تنقول هو في ازمة مواجهة كورونا وجوح الشباب علماء اكبار من لايرونوتيك مهندسين اللي قالوا ان احنا قادرين نصنعوا اجهزة تنفس اصطناعي وعطاهم الاوكي ودعمهم وصنعوا ووزارة صحة وقفات ما بغت تساعدهم في التمويل ديال المشروع ديالهم لماذا؟ لان احنا عارفين بان تقال في الصحافة وخرج في البرلمان ان خليد ايت طالب وزير الصحة السابق اللي ردوه في هذه الولاية كان يدير صفقات مع دول خارجي بدون طلبات عرض وبدون خبر رئيس حكومة وبمبالغ خيالية ومن اخرج قلت هذا الهدرد عاني وعيطه لي في ولاية الامن وكان يتضارب هذه المضاربة التي تضارب مع وزير الصحة على وددك الشباب تضاربها مع عدد القطاعات اخرين تضاربها مع عدد الذين كانوا يستوردوا قطاع غيار السيارات من الشي نواء وقال لهم إلى ذلك الشي مكانش يخضع المعايير السلامة لاني غنستليكم ذلك الشي ديالكم تضارب مع تركيا على اتفاقية التبادل الحر وعيط الوزيرة واعاد صياختها تضارب مع وزيرة مصرية التي تجعل الشاحنات المنتجات المغربية وقفة لأيام قبل أن تدخلها ودار لها بالمثل احتار دخات أو تحتار السلع المغرب تضارب مع الصباغة على الجيطان التي لديهم في البراميل الصباغة وحيدهم لهم يعني ستنالكترون ليبغ الذي يتصرف بلما يتسنى التعليمات عارف الحدود السلطة وعارف صلاحية دياله وعارف المصلحة للناس في الكائناة تضارب كيف يجعل الشخص هذا هو الذي يجعله هذا هو الذي يجعله يجعله الملوبيات وداربه يجعله على مصلحتهم يجعله شخص لديه القدرة وعزيمة وعرادة ومبادرة أن يتضارب معهم وعنده القوة لأن يتضارب معهم وإذا قلت بأنه هو باترون سأتسمعوا الخطابات الأخيرة في البرلمان قبل أن تسلوا الولايات التي كانت ترافع على رفع الطرائب ويجعلهم كيف يريدون دولة الحماية الاجتماعية لأنه لا تريدون أن تضاربه لأن الفكره تغيير 180 درجة إضافة إلى دعم الناس الذين لديهم أفكار وليس لديهم فلوس لأن الناس الذين لديهم الفلوس وليس لديهم أفكار لأن المقاولي الأغنياء يريدون أن يغامروا بفلوسهم في السوق ويحلوا واحدات صناعية ولكن لا يعرفون ما هي خلق لهم ما يسمى بلاي بانك أو بنوك الأفكار المشاريع يجعل جرد في المغرب على الخصص على مواد أولية ما يمكن أن نصنعه وماذا لدينا عاملة يدرسوا في الوزارة الملفات ويختاروا ويعطوهم نتغيزات لكي يحلوا واحدة صناعية لمنتج معين حتى نغادي في طريق ماركة مغربية ماركة مغربية لأننا في طريق تحول إلى دولة صناعية لو لا انتهت ولايته ومعاونا سمعنا أي شيء من هذا طبعا أنا لا نقول بحديته وكان خدامره الوزارة وكانت تقوم بعمل معتبار خاصة في جائحة كورونا ويقولوا لين كان الوزارة الوحيدة التي تجري من غير وزارة الصناع والتجارة والاقتصيصات الرقمية والأخضار كانت تقوم بغرفة حربية وار روم وكانت تجمع فيها الموظفين ويضمنوا أن السلاع الذي تنتج كيف يتوزع وأن كل حنوة وكل بقال لا يكفي من سطوك الأجلم غاربة لكي لا يكون خاصة في جائحة كورونا ثم ضمن توفير جميع المعدات لجائحة من كمامات من أجهزة التنفس من أسرة وطبعا المستهزئين الذين يضحكون عرس على سرير وما صنعنا صاروخ لا تنصنعوا حتى طبعا إذا صنعنا سرير سنقوم بالعرس وما تنصنعوا وما تنصنوا والوزارة وطبعا كانوا يوجدوا كل شيء مضطفين للوزارة ومنهم هذا التوفيق مشرف منهم دابة وزير الصناعة ومدير الديوان منهم رئيس شاب رئيس القصب الصناعي كانوا ممتازين وأظهرهم وخرجهم من العالم في لقاءات صناعية التي كان يشرف صفحة في الفيسبوك أكثر من أنه يعمل مسير لأنه لديه العقليات كل شخص يخرج منه أعلى وخلهم في الوزارة يخدمون 24 وعطيهم لـ نجوم وحد فيهم هو حاليا وزير الصناعة ولكن ما يمكن أن يكون رئيس الحكومة ممكن أنه يجمع محيط من الناس يحومون حوله الناس الدوانة استراد والتصدير الناس الرقمي الناس البنوك الناس الناس الصناديق الضمانات والتصدق 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 سهلت أنه يعاون الشباب ويعاون المقاولين ويسهل عليهم طرق الاستثمار أنه كان صناع من الوزارة أنبول يحومون حوله عدد المكاتب والمؤسسات ولو أنه طلع رئاسة الحكومة كان غايم مناجه ويجيغ الرؤية الملكية والمشاريع الملكية بطريقة افكتيف بسرعة وبجدوى وبجودة الأحرار بحفظ الانتخابات ولكن لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لماذا نرضى ما غادي البلاد معه الهاوية لا دكاء لا قدر لا تقسم من نورة كل واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه موهبة في شيء مثلا لا تغني إلا تغني لا تغني لا تقسم منك كإنسان ولا كشخص حاشة ولي الله ولكن نقول لك الحقيقة رب أعطك أنك مقاولك تجمع الفلوس أشجابك السياسة أخنوش ونحن نتقسم منك حاشة ولي الله كرئيس حكومة غادي بالبلاد يزعم أنا منك لا تقسم منك لا تقسم منك لا تقسم منك لأنه يدير المرحلة ولكن لا تقسم من المقاعدة كان أحكام لربما نتقسم منها كنا نتقسم من الشخص والمواتف أنا تدعم والمواتف ولكن سيطاق والسيطان والمواتف ونقنع وقعت من قبل أن وزير خارج من المنصب المغربة يبكيون ومغربة يبكيون ومغربة يبكيون ونزل الوزارة ويبكيون سيكون عليه إجماع شعبي كل شيء يريد أن يخدم معه كل شيء يريد أن ينتبهوا له ويكتبوا عليه سترجع الساحة السياسية تنتاج حيث يخدم وبالتالي كان فيما تكتبوا كان فيشتهدر وكان ما تراقب سترجع الصحف والإعلام يخدموا لأن كلهم يهمهم بالمازوت وكل شيء يضرب نحن ننتقد شخصه وتدبيره أكثر مما ننتقد قطاعات حيث ينوالوا وما ينوالوا فعلا شغان بقوطال ينعلينا خمس سنين لا يمكن شغال الموض يبدو التقطع علينا والغالاء الناس يبدو يموتوا بشيء عراء تخرج لكم فورات الجياع ومشيونيشا للقصر لأنه غير قادر على امتصاص الغضب الشعبي فعلا شغان بقوطال ينعلينا هذا خمس سنين بلاصل ما الماليك يقول له أخي ينسحب واترك المجال شخص قادر على الإدارة والتدبير اللهم إني قد بلغت أن أخي ينحو يجيب لاصل ملاحفظ العالمي اللهم فيش هد شكرا لكم على المتابعة ولم تتفقين معايا النشر والتعميم مشكورين